في إطار تضامن مصر مع الأشقاء الأفارقة طائرة نقل عسكريتان تحملان مواد غذائية تصلان للسودان وإسرائيل ستدفع ثمناً بحجم الجريمة التي اتكافتها إذا كانت قد اتكافتها حسن نصر الله يقول إن إسرائيل ستدفع الثمن إذا ثبت أنها وراء انفجار ميناء بيروت وصفته أنقرة بأنه استفزاز سفينة حربية يونانية وأخرى تركية يصطدمان بشرق المتوسط السبع صباحاً في القاهرة والخامسة بتوقيت جرينيتش نشرة أخبار السابعة من النيل مرحباً بكم نبدأ من القاهرة والتي وجه فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وجه بتقديم المعاونة للأشقاء في جمهورية السودان كانت طائرة نقل عسكريتان على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال قد توجهت للسودان في إطار تضامن مصر مع الأشقاء الأفارقة في إطار تضامن مصر مع الأشقاء الأفارقة وبتوجهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم المعاونة للأشقاء في جمهورية السودان أقلعت طائرة نقل عسكريتان على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية السودان الشقيقة تأتي تلك المساعدات تأكيدا لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة وترسيخا لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التي تجمع مصر بدول القارة الصمراء ترجمة نانسي قنقر من جانبه قدم الجانب السوداني الشكر والتقدير للقيادة المصرية التي دائما ما تقف إلى جوار دول العالم فيما تمر به من كوارث وأزمات طبع كل الدعم والتقدير للحكومة المصرية والشعب المصري على هذا التعاون في الفترة الحرجة التي يمر بها العالم وده امتداد لعلاقات تاريخية راسخة ومتميزة نتمنى أنها تتواصل بالعلاقة بين الشعبين وبين البلدين وبين الفقومتين للوصول لمرحلة التكامل وتعاون كامل بنرحب بالطائرتين المصريتين وبنشكر الحكومة المصرية عليهم وبننظر لداء في إطار علاقات الوقوة المستمرة والممتدة بين البلدين شكرا للشعب المصري ونحن معكم كما أنتم معنا وشكرا جزيلا حقيقة اليوم استقبلنا الجسر الجوي الثاني من الإخوة في جمهورية المصر العربية الذين ظلوا يمدوا اللجنة العليا للطواري الصحية في الخرطوم بكل المعينات المطلوبة ولم يتوانوا يوما وده بمثل انجداد طبيعي وتاريخي للعلاقة الممتدة المتجزرة بين السودان ومصر وما حصل طلبنا أي طلب ما كان جال يوم الثاني لهم الشكر ولهم التحية والتحية لحكومة مصر والشعب مصر على هذه الوقفة معنا في هذه الجائحة انتهي سازي الفرصة لأحيي حكومة مصر لما غدمته لعالقين السودانيين كانوا موجودين بمصر حقيقة كانت معاناة كبيرة ووجدنا منهم كل دعم وكل تعاون حتى تكلل عملية عودة آخر عالق بالنجاح لكم الشكر جزيلا أعلنت سفارة مصر في لبنان أنت نتيع عشرة طائرة مصرية محملة بمائتين وعشرين طن من المساعدات الإغاثية ستصل إلى بيروت ابتداء من اليوم وعلى مدى أسبوعين في إطار الجسر الجوي الإغاثي المصري لدعم الشعب اللبناني الشقيق ومساندته في سبيل تجاوز محنة الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري وأكدت السفارة المصرية في العاصمة اللبنانية بيروت أن نخبة من الأطباء والجراحين المصريين سيصلون اليوم للمشاركة في أعمال الإغاثة والإسعاف الطبي اللازمة للجرح والمصابين جراء الانفجار قال محمد جواد ضريف وزير خارجية إيران عقب لقائه في بيروت نظيره اللبناني شرب الوهبة إن الدول الغربية يجب أن لا تستغل الانفجار الذي شهده ميناء بيروت لفرض مخططاتها الخاصة على لبنان نعتقد أن لبنان شعبا وحكومة هو الجانب الوحيد الذي يحق له اتخاذ القرار في هذا الأمر ونعتقد أيضا أنه لا ينبغي لأحد استغلال الظروف الكارثية والاحتياجات الملحة للبنان كي يفرض ما يقدم مصالحه في حين لا يزال لبنان يبحث عن مستقبله السياسي كانت بيروت المنكوبة ساحة سجال سياسي بين الأطراف الفاعلة في المشهد لعدة عقود وفي مرفأ بيروت حيث ترسو حاملة التوافات الفرنسية تونيار دعت وزير الدفاع الفرنسية الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ قرارات وصفتها بالشجاعة بشأن مستقبل البلاد السياسي كما دعت بارلي بعد لقائها الرئيس ميشيل عون إلى الإصراع بتشكيل حكومة تتولى مهمها لفترة محددة لإجراء إصلاحات عميقة بشكل فعال وتأتي هذه الدعوة بعد أسبوع من دعوة الرئيس الفرنسي منويل ماكرون إلى ميثاق سياسي جديد دعوة وزيرة الدفاع الفرنسية توافقت مع دعوات أمريكية حملها مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل إلى المسؤولين اللبنانيين والتي أكدت على استعداد واشنطن دعم حكومة لبنانية تعكس إرادة الشعب وتستجيب لها وتلتزم وتعمل بصدق من أجل تغيير حقيقي لكن إيران المنافسة التقليدية للغرب والولايات المتحدة كانت لها موقف مغاير وخلال زيارته للعاصمة بيروت اعتبر وزير الخارجية الإيراني جواد ضريف أن الشعب والحكومة اللبنانية يتحملان مسؤولية تشكيل حكومة محايدة وأنه لا يجب على الآخرين اشتراط تقديم المساعدات بأي تغيير في لبنان خاصة خلال حالة الطوارئ ومع تزايد الضغوط الدولية تواصل القوى السياسية مشاورتها لتسمية رئيس جديد للحكومة في حين لم يحدد رئيس الجمهورية موعدا للاستشارات النيابية الملزمة وذلك بهدف تحضير الأجواء السياسية الملائمة لكن عائلات الضحايا في انفجار مرفأ بيروت لا يعنيهم السجال السياسي وطالبوا الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإجراء تحقيق مستقل بعد أن فقدوا ثقتهم في المنظومة الأمنية والسياسية الحاكمة في لبنان قال حسن نصر الله أمين عام حزب الله إنه إذا ثبت أن انفجار ميناء بيروت عمل تخريبي وراءه إسرائيل فإنها سوف تدفع الثمن حزب الله الذي لا يمكن أن يتغافل عن قتل مجاهد واحد من مجاهديه ويوقف الجيش الإسرائيلي أسابيع على الحدود ويصر على أن يسبت المعادلة لا يمكن أن يسكت على جريمة كبرى بهذا الحجم إذا كانت إسرائيل قد ارتكبتها بحق الشعب اللبناني وإسرائيل ستدفع سمنا بحجم الجريمة التي ارتكبتها إذا كانت قد ارتكبتها وقال حسن نصر الله أمين عام حزب الله إن رد المقاومة اللبنانية على قيام إسرائيل باغتيال علي كامل محسن في سوريا لا يزال قائما ما جوى منذ اليوم الأول لاستشهاد شهيدنا العزيز علي كامل محسن إلى اليوم هو جزء من العقاب تصوروا وهذا طبعا في نعاش كبير داخل كيان صهيوني أن هذا الجيش الإقليمي القوي واقف من ثلاث أسابيع على طول الحدود وإجراءات وانتباه وحزى واستنفاه وعطل تدريباته وعطل مناوراته وعطل كثير من الحركة في المنطقة الحدودية بانتظار رد المقاومة في لبنان هذا جزء من العقاب يعني أنت تقتلنا هذا يعني أنك على امتداد الحدود يجب أن تتوقع في كل لحظة العقاب وأن تدفع الثمن على جريمتك والليلة أنا أود أن أقول هذا القرار ما زال قائما لم يتغير أي شيء على الإطلاق والمسألة هي مسألة وقت رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حضر السلاح المفروض على إيران والذي تنتهي صلاحيته في أكتوبر القادم وقالت تقارير صحفية أن عزلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي كانت قد ازدادت فيما يتعلق بإيران منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو من عام 2018 قال ستيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية إنه يجب العمل لتجنب مزيد من التصعيد بين أنقرة وأثينا بشرق المتوسط هذه التوترات بمنطقة الشرق الأوسط مقلقة للغاية من المهم أن نعمل على الحد من هذا التصعيد وتجنب المزيد من الاستفزازات من المهم أيضا أن يجلس طرفان نزاع على مائدة الحوار لمناقشة قضاياهما الشرعية بجدية في سياق المتصل استضمت سفينة حربية يونانية وأخرى تركية خلال مواجهة بمنطقة شرق البحر المتوسط فيما وصفته أثينا بأنه حادث بينما قالت أنقرة إنه استفزاز نبأ قد يبدو عرضيا وغير مهم تصادم خفيف أو بالأحرى تلامس بين سفينتين دون أضرار لكن أن تكون السفينتان حربيتين إحدهما تركية والأخرى يونانية وفي هذا التوقيت فالأمر ولا شك مختلف تماما ذلك ما كان الكل يخشاه فالسفن التركية واليونانية تتحرك في منطقة شرق المتوسط محل النزاع الراهن بين البلدين وهي على أهبة لاستعداد للاشتباك رغم إعلان حكومتي البلدين أن النزاع يحتاج لحوار هادئ وتسوية سلمية مصدر في وزارة الدفاع اليونانية أعلن الجمعة أن سفينة حربية يونانية وأخرى تركية استضمتا الأربعاء الماضي خلال مواجهة في شرق البحر المتوسط العلاقات بين الخصمين الإقليميين والحليفتين في الناتو اسما بلغت أدنى مستوياتها بعد أن أرسلت تركيا سفينة أبحاث ترافقها سفن حربية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي المحتملين في مياه تزعم أثنى أن لها حق سيادة حصري عليها سفينة المسح التركية أوروجريس كانت تتحرك بين كبرس وجزيرة كريت قرب عدد من الفرقاطات اليونانية ويوم الأربعاء اقتربت إحدى هذه الفرقاطات من السفينة التركية مسؤول وزارة الدفاع اليوناني قال إن الفرقاطة اليونانية قامت بمناورة لتجنب الاستضام المباشر وأثناء ذلك لامس قوس مقدمتها مؤخرة الفرقاطة التركية واصفا ما جرى بأنه استضام خفيف غير أن أنقرة اعتبرت ما جرى محاولة اعتداء على سفينتها البحثية وقال الرئيس التركي رجب طيب أردغان الجمعة إن سفينة عسكرية تركية ردت عليهم بطريقة مناسبة وعادوا إلى مرفائهم مؤكدا أن البحرية التركية لن تقف صامتة إذا تكرر ذلك وأدى اكتشاف احتياطات غاز ضخمة في شرق المتوسط خلال الأعوام الماضية إلى تصاعد التوتر بين تركيا واليونان الجارتان التي لم تخلو علاقتهما من الأزمات تاريخيا وتدين أثنا ما تعتبره انتهاكا لمجالها البحري من طرف أنقرة خاصة بعد أن أرسلت الأخيرة سفينتها البحثية جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية لكن تركيا ترفض الإقرار بأن هذه الجزيرة الصغيرة التي تبعد كيلومترين فقط عن السواحل التركية وأكثر من خمسمائة كيلومتر عن السواحل اليونانية تحد هامش تحركها قال عمر غباش مساعد وزير الثقافة والديبلوماسية العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة إن بلاده تأمل في أن يؤدي قررها بتضيع العلاقات مع إسرائيل إلى تغيير الديناميكيات تأتجاه ضم الأراضي الفلسطينية إذا كنا بإعلان استعدادنا إقامة علاقات مع الإسرائيليين والنظر إلى تعميق تلك العلاقات نستطيع تغيير الديناميكيات ضد الضم فربما كان ذلك في حد ذاته مكسبا هل لدينا أي شيء واضح وموقعا كتابة؟ هذا هو ما نحاول تأسيسه هنا الدافع باتجاه تغيير العقليات وتغيير التصور على الجانبين وليس الجانب العربية وحدا في سياق متصل قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إنه يأمل في أن يساهم اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل بإرساء سلام عادل ومستدام بين الإسرائيليين وبين الفلسطينيين قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إن قرار التطبيع الذي اتخذه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ورئيس وزراء إسرائيل بن يمين تنياهو يعد قرارا شجاعا من جانب دولة الإمارات من جانبه قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي عقب لقائه في فيينا نظيره النمساوية أليكزاندر شالينبيرغ إن اتفاق تطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية يعد خطوة مهمة لدعم مسيرة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط أشكركم على هذه الكلمات الرقيقة بشأن الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو والشيخ محمد بن زايد هذا الاتفاق خطوة مهمة من أجل استقرار الشرق الأوسط وهو من الأمور التي وضعها الرئيس ترامب على قمة جدول أعماله ونحن نتحدث مع شركائنا الأوروبيين بشأن كيفية تفعيل هذا الاتفاق إنها لحظة جيدة للعالم ولأمنه خطوة مفاجئة وإن رآها البعض خاطئة فإن أصحابها يؤكدون أنها عملية وتأتي في توقيت مثالية الإمارات تعلن تطبيع علاقتها مع إسرائيل لتكون أولى دول الخليج العربي التي تقوم بخطوة مماثلة وبالموجب الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهدت إسرائيل بتعليق خططها لضم أراضي فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية لشؤون الثقافة والديبلوماسية العامة قال إن بلاده تؤمن بقوة بالقضية الفلسطينية وبحقوق الفلسطينيين وهو ما دفع الإمارات لاتخاذ تلك الخطوة لكن وفق قراءة جديدة لمعطيات المنطقة الإمارات هي أول دولة خليجية تطبع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل في خطوة تأتي في أعقاب مؤشرات على التقارب في السنوات الأخيرة بينها استقبال فرق رياضية إسرائيلية والسماح لوزراء إسرائيليين بالتحدث في مؤتمراته الاتفاق يحمل في طياته إلى جانب التبعات الدبلوماسية عدة مزايا اقتصادية فالإمارات باتت قادرة على القيام بأعمال انتجارية علنية مع إسرائيل التي ستتمكن من دخول مدينتي دبي وأبوظبي التي تستقطبان المواهب والاستثمارات في عدة قطاعات غباش اعتبر أيضا أن الاتفاق يظهر استقلالية أبوظبي الدبلوماسية في منطقة تعصف بها الصراعات طالبت المستشرة الألمانية أنجلا ميركل بضرورة الإفراج الفوري غير المشروط عن متظاهرين احتجزوا في روسيا البيضاء خلال احتجاجات عامة البلاد بعد إعادة انتخاب الرئيس أليكساندر لوكاشينكو كانت سلطات روسيا البيضاء قد أفرجت عن متظاهرين محتجزين بعدما أصدرت اعتذارا علنيا نادرا في مسعى لكبح الاحتجاجات التي تمثل أكبر تحدي لحكم لوكاشينكو للبلاد المستمر منذ 26 عاما أعلنت السلطات الأفغانية بدأ إطلاق صراح أربعمائة من سجناء طالبان في عملية كانت تعد العقبة الأخيرة في طريق محادثات سلام طال انتظارها بين الطرفين المتحاربين في عملية كانت تعد العقبة الأخيرة في طريق محادثات سلام طال انتظارها أعلنت السلطات الأفغانية الجمعة بدأ إطلاق صراح أربعمائة من سجناء طالبان على الرغم من تحذير الرئيس أشرف غني بأنهم يمثلون خطرا على العالم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني جاويد فيصل قال إنما مجموعه ثمانين سجينا أطلق صراحهم بالفعل موضحا في تغريدة له أن ذلك سيسمح بتسريع الجهود من أجل محادثات مباشرة ووقف دائم لإطلاق النار على مستوى البلاد ومن المقرر أن تلتقي الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في غضون أيام من الإفراج عن جميع المحتجزين الذين تم تورطهم في هجمات سقط فيها العشرات من القتل الأفغاني والأجانب كان المجلس الكبير لويا جرجاو الذي يضم آلاف الوجهاء وسياسيين وزعماء القبائل قد وافق مؤخرا على مبدأ إطلاق صراح السجناء البلغ عددهم أربعمائة سجين مؤكدين أنهم يريدون تمهيد طريق لبدء محادثات في الدوحة ووقف إطلاق نار محتمل إلا أن القرار قوبل بانتقادات من عائلات ضحايا قتلوا على يد المتمردين ومسألة تبادل السجناء هذه كانت جزءا من اتفاق سلام وقعت عليه طالبان والولايات المتحدة في فبراير الماضي نص على موافقة واشنطن على سحب جنودها من أفغانستان في مقابل التزامات من المتمردين من بينها تعهد بإجراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية ونعود إلى الشأن المحلية حيث قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية إنه تم بالأمس تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد إضافة إلى 17 وفاة وقال الدكتور خالد مجاهد إن الأمس شهد أيضا خروج 998 متعفيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعفين من هذا الفيروس إلى 57858 حالة قال جيروم سالمون مدير عام هيئة الصحة الفرنسية إن موقف جائحة كورونا في بلاده يزداد سوءا أسبوعا بعد آخر الأعداد سيئة والمؤشرات مقلقة والموقف يزداد سوءا أسبوعا بعد آخر لكن لا تهاون مصيرنا بين أيدينا لأننا نمتلك أدوات الحماية الفرنسيون يعرفونها وغسل اليدين والتباعد مسافة متر كحد أدنى ووضع الكمامة والتزام الحذر في الزحام خاصة في الفعاليات الحاشدة حيث يصعب الالتزام بالتباعد حيث نعلم أننا قد نصاب بالفيروس في سياق متصل قالت تقارير صحفية إن باحثين بريطانيين يسابقون الزمن للتوصل للقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد عينات الدم هذه أخذت من متطوعين مشاركين في تجارب كلية الطب الإمبراطورية إمبريل كوليج في لندن الفريق الطبي قام بالفعل بتجربة اللقاح الذي توصل إليه على 120 متطوعا لا يعانون من أي مشكلات صحية والآن شرع في حقن 200 متطوع آخرين البروفيسور روبين شاتوك قائد فريق إنتاج لقاح كوفيد-19 في كلية إمبريل كوليج الطبية يقول إن التجربة سوف تشمل الآلاف في وقت لاحق من العام إذا كانت واعدة بدأت عملية إنتاج نموذج أولي للقاح منذ شهور والباحثون الآن يتطلعون لإنتاج لقاح على نطاق واسع هذا الفريق شأنه شأن فريق أمريكي وآخر ألماني يستخدمون تقنية جديدة أطلق عليها MRNA أو الخامض النووي الناقل إن اللقاحات التقليدية لا تخرج عن ثلاثة أنماط لقاح حي أو لقاح يتضمن جزءا من الفيروس لاستثارة رد فعل قوي من الأجسام المضادة وتلك الأنماط تستخدم نسخة تم إضعافها من الفيروس أو مجرد بروتين لقلق رد فعل أما لقاح الحامض النووي الناقل فلا يحتوي على الفيروس إنه جزء يطلب من الحامض النووي في أجسامنا إنتاج بروتين من سطح فيروس كورونا والهدف هو خداع الجسم لينتج بروتين الفيروس ومن ثم ندفع استجابتنا المناعية للتحرك وشن دفاعاتها لتنتج الأجسام المضادة التي نأمل أن تبقي كوفيد 19 بعيدا تمثلت إحدى الطفرات التي أحرزتها كلية إمبيريال كاليج في استخدام هذا الإنسان الآلي الذي يجري لاختبارات لرصد الأجسام المضادة لدى المتطوعين والفارق ضخم بين الطريقة التقليدية التي تعتمد على اختبار عينات نحو خمسين شخصا لا أكثر والعمل باستخدام الإنسان الآلي فعدد اختبارات العينات الآن وصل إلى ثلاثمائة وخمسين وقد يزداد إلى عدة آلاف نحن هنا نقوم باختبار الأجسام المضادة الخاصة بالمتطوعين لنرى ما إذا كان البروتين سيرتبط بسطح الفيروس ولأننا يتعين علينا معالجة الكثير من العينات فإننا نستخدم الإنسان الآلي لزيادة كفاءة العملية يقاس نجاح اللقاح باستجابة الأجسام المضادة التي تبقى في عينات بعد تخفيفها ألف مرة وعملية الرصد هنا تكون سهلة ما نشهده هو تغير لوني ولذا فإن العينات التي تبدو ارتباطا قويا تظهر بلون أصفر وذلك يعطينا مؤشرا حول ما إذا كانت تستجيب للقاح أم لا هذا الشهر يعتزم فريق إمبيريال كوليج توسيع عدد مراكز الاختبار وزيادة أعداد المشاركين لكنه ما زال متأخرا مقارنة بالفريق الأمريكي الذي وصل إلى المرحلة الثالثة من التجارب على ثلاثين ألف شخص لكن شاتوك يصر على أن الهدف ليس الوصول أولا بل الاستمرار في العمل إلى حين التوصل لجرعة لقاح صغيرة منخفضة التكلفة يمكن استخدامها عالميا روسيا كانت أول دولة تعلن إقرار فعالية لقاح مضاد لفيروس كورونا لكن الخطوة قوبلت بتشكك دولي لأن الجرعات جرى اختبارها على عشرات الأشخاص فقط دعا الرئيس الإندونيسية جوكو ويدودو جميع المواطنين إلى تحويل أزمة كوفيد-19 إلى فرصة للتقدم هدفنا الحالي ليس مجرد الهروب من الوباء وتجاوز الأزمة نحن نتخذ تدابير لتحقيق قفزة كبيرة من خلال الاستفادة القصوى من زخم الأزمة الحالية وهذا موعد أخبار الاقتصاد نبدأها بعد الفاصل تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية متأثرة من خفاضه في الأسواق العالمية بعد ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستويات لها في خمسة أسابيع وانخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنحو سبعة جنيهات ليسجل عيار ثمانية عشر نحو سبعمائة وسبعة وثلاثين جنيها واثنى عشر قرش وعيار واحد وعشرين نحو ثمانمائة وستين جنيه في حين سجل عيار أربعة وعشرين نحو تسعمائة واثنين وثمانين جنيه واثنين وثمانين قرش يأتي هذا في حين وصل سعر جنيه الذهب إلى ستة ألاف وثمانمائة وثمانين جنيها حققت البرصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مكاسب بلغت نحو عشرة مليارات وتسعمائة مليون جنيه ليبلغ رأس مال السوقي لأسهم الشركات نحو ستمائة وسبعة مليارات وتسعمائة مليون جنيه وأشار التقرير الأسبوعي للبرصة المصرية إلى ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي اي جي اكس ثورتي بنسبة واحد وسبعة عشر من مئة في المئة في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس سابنتي بنحو الثلاثة وتسعة من عشر في المئة وشملت الارتفاعات مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو ثلاثة وثمانية وثلاثين من مئة في المئة أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أنه يجري حاليا العمل على خطة لتيسير كافة الإجراءات التي تنفذها الهيئة لمجتمع المستثمرين ورجال الصناعة وجاء ذلك في بيان للوزارة حول الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة مع رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات محمد السويدي للتعريف بالرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية وكذلك استعراض أهم التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية وأهمية تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي تراجعت أسعار النفط لأقل من 45 دولارا للبرميل لتوقف الكثير من مكاسب هذا الأسبوع تحت ضغط من ضباضية بشأن تعافي الطلب نتيجة جائحة كورونا وتنامي المعروض وأجرت تسوية خام برينت بنخفاض 16 سنة إلى 44 دولار و80 سنة للبرميل وفقد خام غرب تكسس الوسيط الأمريكي 23 سنة إلى 42 دولارا وسنة للبرميل قالت مصادر بأوبيك بلس إن لجنة وزرية تابعة للمجموعة تراقب اتفاقها لخفض إمدادات النفط ستعقد اجتماعها لافتراضية المقبل في التاسع عشر من أغسطس وتسدي لجنة المراقبة الوزرية المشتركة نصحى لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك وحلفاء من بينهم روسيا وهي المجموعة المعروفة باسم أوبيك بلس وتخفض أوبيك بلس الإنتاج منذ مايو بنحو 10% من الطلب العالمي قبل الجائحة لدعم السوق وينطوي الاتفاق على زيادة في الإنتاج هذا الشهر مع تعافي الطلب أفادت مصادر مطلعة بأنه سيجري تأجيل مراجعة لاتفاق التجارة الأمريكية الصينية التي كان مقررا لها اليوم السبت وذلك بسبب مشكلات تتعلق بالتوقيتات وأنه لم يجري الاتفاق على موعد جديد كان من المتوقع أن يكتمع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايثهايزر ووزير الخزان الأمريكي ستيفن منوتشن ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خا في الخامس عشر من غسطس وهو موعد مضى ستة أشهر على بدء سرية الاتفاق ومن المقرر أن تقوم الصين هذا العام بمشتريات تزيد قيمتها عن 77 مليار دولار عنها في عام 2017 وبزيادة 123 مليار دولار في 2021 عن 2017 وختامنا لأخبار السبعة دائما تذكرة بأهم العنوين في إطار تضامن مصر مع الأشقاء الأفارقة طائرة نقل عسكريتان تحملان مواد غذائية تصلان للسودان وإسرائيل ستدفع ثمنا بعجب الجريمة التي تتكبرها إذا كانت خدرها حسن نصر الله يقول إن إسرائيل ستدفع الثمن إذا ثبت أنها وراء انفجار ميناء بيروت وصفته أنقرى بأنه استفزاز سفينة حربية يونانية وأخرى تركية تصطدمان بشرق المتوسط انتهت نشرة أخبار السبعة أشكر لكم حسن المتابعة وكانت معكم في لغة الإشارة هالا محفوظ تحييكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر